إذن تحية صباحية متجديدة كما سبق وأشرت وصلنا بكم إلى فقرة التغذية اللي نسلل بها الأسبوع ولهذا أرحب بضيفتي في الأستجو خديجة بن علالة أخصائية التغذية صباحك سعيد أهلا بك خديجة أهلا بك في ريال أسباح الخير في ريال أسباح الخير كل متابعين قناة الشرق نيوز إذن حديثنا اليوم ربما يهم شريحة كبيرة من المجتمع ومن الجمهور اللي راو يتبع فينا مع صباحة هذا النهار هو التغذية السريمة لمرضى السيلياك الأكيد تطرقنا خديجة لهذا الموضوع عديد المحطات لكن لا بأس أن نعيد ونذكر بمرضى السيلياك وشنه هو فعلا الموضوع يهم مرضى السيلياك ويهم باقي المجتمع لأن الكثير الكثير من الناس مع البلهم شو شنه هذا المرض السيلياك وحقيقة لما يشوفوا مريض السيلياك لما يجيب هذه العلبة نتاعه وتاع الأكل نتاعه حقيقة أنه يتساءل علش تجيب الماكلة نتاعك معنا مثلا تكون مناسبة أو تكون أي لقاء بين العائلة يتساءلون تعالش تجيب العلبة تاع الأكل نتاعك راو كين الأكل يعني يكون معنا فعادة لما يقولون بلي عندي سيلياك وما نقدرشنا كل حاجة على القمح هنا ما يفهموش هذا المرض وشنه هو يقولوا له كل خبز الشعير كل خبز القمح فكل هذا الأمور يعني المجتمع ما راهوش يعرفها فحنا الهدف اليوم من الموضوع هذا هو أنه نعرف مرض السيلياك وشنه هو للمجتمع في نفس الوقت رح ننصحوه لمرضى السيلياك يعني كيفاش يعتمدوا على تغذية مفيدة وسحية لهم لصحة انتحهم أكيد نذكر للمشاهدين بإمكانية تفاعل معنا اليوم على المباشر معنا الأخصائية خديجة بن عنلال تصلوا بنا على الرقم الظاهر أسفل الشاشة وتطرحوا انشغالتكم بالنسبة للناس ربما خديجة لعندهم مرض السيلياك وما قدرواش يتعايشوا معاه إذن يحدث نستقبلوا المكالمات الهاتفية ربما نفتح المجال لمكالمتين أو ثلاثة فقط تصلوا بنا إذن وشنو هو مرض السيلياك؟ نعم أولا قبل كل شيء لازم نعرف أنه هذا السيلياك هو مرض مناعي بمعنى أنه المناعة تبدأ تهاجم في الجسم وتبدأ تهاجم يعني خصيصا المنطقة تحت الأمعاء الدقيقة نحن نعرف أنه في الأمعاء الدقيقة عندنا هذه الزغابات المعاوية اللي هما مسؤولين على امتساس كل المغذيات لكيين في الطعام الآن لما الجهاز المناعي رح يهاجم هذه الزغابات المعاوية علاش يهاجمها لأنه أصبح لا يحتمل الجلوتين لما يدخل الجلوتين إلى الجسم هنا الجسم رح تكون عنده ردة فعل مناعية ورح يهاجم هذه الزغابات المعاوية ورح يدمرها وبالتالي هنا الأمعاء تولي السطح التحي واللي أملس هنا الامتساس أكيد رح ينقص هنا رح يبدأوا يظهروا هذه الأعراض اللي هي القيء اللي هي الألام البطن اللي هي الإسهال أيضا وعدة أعراض أخرى لعندها اللي رح ينذكروها فيما بعد هذا المرض المناعي يعني حقيقة يعني السبب انتاعه ما زال معرفنا شسبب المباشر انتاعه واشنو هو يعني يقدروا يكونوا أفراد العائلة سالمين ما هذا المرض واحد ما عنده لكن يكون فرد واحد يزيد به ولا يجيه معه مرور الوقت هذا هو السؤال نعم يقولك أنه يكون حامل كان يكونوا حاملين الجينات هذو كنتاع اللي رح ينذكروه هذك المرض اللي رح يظهروا المرض تاع السيليك وكان اللي حقيقة ما يكونوش عندهم كل هذة الجينات ولكن في مرحلة معينة من العمر رح يظهر عندهم هذا المرض تاع السيليك قادر يظهر في مرحلة مبكرة في الطفولة ولكن يظهر لهم حتى في الكبر في الكبر يلا نحن تعرفوا الآن مباشرة على الأعراض تاع هذا المرض ربما إذا كان أمها تجدوا درامي يتبعوا فينا ولادهم يعانيوا من هذا الأعراض من انتفاخين ما ولا ما يقدروش يعني يبكيوا كل وقت ربما الأم تنتبه لهذا الحاجة واشنو هما الأعراض يبدو عند الأطفال فعلا عند الأطفال عادة ما يبدو بالآلام على مستوى البطن وخاصة الإسهال لما يمتد لي عدة أيام يعني بالرغم من يعني يمدوا لدواء يعطاء الدواء وكل هذه العلاجات فالإسهال يعني ما رحش يحبس له لكن هذه الأعراض تبدأ مع الديفرسيفيكاشون المنتر ولا من قبل؟ أكيد رح تبدأ لما الطفل يبدأ يأكل في الغلوتين خاصة لما يبدأ يأكل الخبز وما يبدأ يأكل هذه الفاغين اللي فيها القمح ولا أي طعام ممكن بسكويت ممكن هذه الحلويات فابتداء من دخول الغلوتين للجسم تاع الطفل هنا يللي رح يدير هذه الاستجابة المناعية نحب أن نطمن الأمهات يعني ماشي كامل للأطفال رهم معرضين لهذا المرض حقيقة هي فئة معينة فقط وفئة قليلة ولكن الشيء المؤسف في الأمر هو أن هذه الفئة رحي في تزايد إذا رجعنا عشر سنوات للوراء ما كانت هذه النسبات على الإصابات بمرض السلياك حاليا اللي رحي الآن في 2023 ما الذي يفسر ربما هذا الارتفاع؟ كين تفسير علمي؟ كين دراسات جديدة تحدثت عليه؟ نعم هو التفسير اللي ممكن نمده يعني على حساب كل الدراسات وعلى حساب كل يعني آراء العلماء في هذا الموضوع هو كمية الجلوتين الكبيرة جداً اللي رعنا نتناولوها حالياً علش بكري ما كانش كين مرض السلياك للناس كانت تتناول القمح كانت تتناول الشعير نحب نذكر أنه الجلوتين هو عبارة عن بروتين اللي نسيبوه في القمح والشعير فعلش نتساءلوا علش بكري ما كانش كين مرض السلياك؟ لأنه الكمية تعل الجلوتين اللي كنا نتناولوها اللي كانوا يتناولوها الأجداد نتعنا يعني في وقت ماضى مشي نفس الكمية اللي رعنا نتناولوها الآن خاصة مع الفارينة البيضاء خاصة مع تناول دقيق الأبيض نحن علش نتكلمو بزاف على الدقيق الأبيض والضرر تعد الدقيق الأبيض لأنه كمية كبيرة رعنا ندخلوها للجسم تاع الأطفال تاع الجلوتين اللي كان في الفارينة البيضاء اللي تحتوي على كمية كبيرة من الجلوتين مقارنة بالقمح وبالتالي هنا يا الجلوتين هو اللي راح يدير هذه الاستجابة المناعية وبالتالي المناعة راح تهاجم الأمعاء وراح تهاجم مناطق أخرى من الجسم لأنه عادة الأطفال لما يكتشفوا أنه عندهم سيلياك عادة ما يديروا لهم إما تحاليل سكري أو العكس الأطفال اللي عندهم سكري من النوع الأول يعني اللي يبدأوا مباشرة بالبلانسولين يديروا لهم تحاليل تاع السيلياك لأنه يعني كلا المرضين يعني مرتبطين حقيقة يكاين بزاف من الأطفال يعني للأسف عندهم سكري من النوع الأول وعندهم سيلياك سيلياك حقيقة يعني صعب جدا أنه يعني توفر لهم يعني يتعايشوا يعني مهد المرض حقيقة صعب جدا أن يتوفر لهم الأكل انتحهم يلا تحدثنا عن هذه النقطة خلنا الآن تعرفوا على الأعراض والبداية كما سبقها أشرت بالأطفال الصغار كفشكوا يعني هم نعم الأعراض عادة كما قلت لك في ريال هي عبارة عن آلام في البطن تقيق يعني اللي ما يحبسش الإسهال أيضا الحاجة اللي ممكن يعني تخلي الطبيب يشك في الإصابة بالسيلياك هي الإسهال اللي يدوم عدة أيام وكان أيضا بعض الأعراض الأخرى اللي هي ناتجة من السيلياك بمعنى أنه لما شرحت أنا أنه هذا مرض السيلياك هو مرض اللي رح يصيب لزغبة المعاوية ورح يأثر على الامتساس وبالتالي هنا امتساس المعادن والفيتامينات رح يأثر على نموت الطفل إذا شفنا الطفل ما راهو شي ممليح ما راهو شي طوال مليح ما راهو شي يكتسب الوزن عنده يعني وزن قليل قليل جدا هنا ممكن أنه نشكه في مرض السيلياك لأنه كما سبقه قلت هو مشكلة امتساس بما أنه الجسم راهو شي يتحصل على كل هذوك المغذيات من الطعام ليجيبها من الطعام وبالتالي رح يكون عنده إما مشكلة على مستوى العظام رح تكون عنده هشاشة في العظام رح يكون عنده تكرر في الكسر وممكن تكون عنده فقر الدم ممكن تكون عنده أيضا تساقط الشعر كل هذه راجعة لنقص الامتساس يعني هذه أعراض ناتجة من الإصابة بالسيلياك فكل هذه الأعراض هي اللي تخلي الطبيب شك في مرض السيلياك وبالتالي التحاليل هي اللي رح تثبت الإصابة بالنسبة الكبار السنة مش كبار السنة كالبالغين نعم ربما ما كانتش عندهم الحساسية ومن بعد تطوروها يعني مع مرور الوقت تطورت عندهم فعلا كاين بزاف ناس اللي تظهر عندهم الأعراض تعسلياك يعني بين ليلة وأخرى ينوضو ماشي بين ليلة وأخرى ولكن يعني بالعقل بالعقل يبدأ لهم هذا التقيق المتكرر يبدأ الانتفاخ يبدأ الآلام تعالبطن هنا يبدأ للبشرة التحمة واللي شاحبة واللي رح يفقدوا الكثير الكثير من الوزن كي ينلحقوا احتها شاشة العظام وبالتالي هنا مرات مرات ما نلحقوش لهذا كما نقوله تعالمراض يعني باش نأكدوا منك تداخل في الأعراض مع أمراض أخرى فعلا فعلا كاين تداخل كبير قتلك مع فقر الدم عنده تداخل مع فقر الدم عنده تداخل مع شاشة العظام عنده تداخل مع النمو يعني علاش لأنه المشكلة الحقيقة تعمراض السيلياك هو على مستوى الأمعاء يعني هو مشكلة امتصاص بما أنه الجسم ما يتحصلش على وش يستحق المغذيات وبالتالي رح يطور عدة أمراض أخرى يلا هدو كانت حثوا عن التغذية السليمة بالنسبة لهذا الناس لهذا المرضى أذكر بإمكانية تتواصل معنا عبر رقم هاتف البرنامج تداخل أسفل الشاشة تقدم هنا غرفة تداخل الآن إذن 0-23-71-98-71-98 تصلوا بنا وترحوا الانشغالات فيما يخص التغذية عند مرضى السلياك على الأخيصائية اللي حضر معنا اليوم في الأسجو خديجة بن علان عاود نولي لك هذه التغذية الخاصة بالكبار وحتى الصغار نعم هي نفس الشروط نفس التغذية المعتمدة يعني أساساً على طعام خالي من الكلوتين يعني طعام لازم يكون ما فيهش الفار هنا ما فيهش سميد ما فيهش الشعير ما فيهش القمح يعني بصفة عامة يعني حتى في ريال حقيقة طعام التحوم يعني صعب جداً أن نوفروا لهم طعام لأنه حتى التوابل حتى التوابل لازم يستعملوا توابل وحدهم حتى كي من كترة ما الأعراض انتحهم يعني سريعة الظهور حتى كما نقول احنا الماعن توحم الملعقة والصحن انتاعه لازم يكون وحده لأنه بمجرد أنه يشم هذك الغبار ممكن تعلفارينا أو لا هنا رح يطور هذك الأعراض بمجرد أنه ناتيك ميتال بمجرد أنه مثلاً الأم يعني تمس قطعة خبز عادي تعلفارينا وبعد تحط قطعة الخبز وتمد مثلاً حبة تفاح لوليدها قادر هذك الغبار تعلقلوتين يكون في يدها ينتقل إلى مثلاً يعني الطعام ولا حبة التفاح لذكرتها لما تمدها لوليدها هنا يقدر يدخل في كل هذه الأعراض يعني هي حساسية للغليتين يعني مشي يعني مشي فعلاً حساسية هي مرض مناعي لحقيقة يعني صعب صعب التعامل معه ولكن ليس مستحيل ليس مستحيل نحب نطمن الأمهات أنه أولادهم ليكون عندهم السيلياك يعني يعني يكبروا عادي يقراوا عادي يعني ينجحوا عادي فعلاً أكيد يلا نستقبل مكالمة هاتفية تتصل بنا أنا جات من بورج بورريج صباح وكي سعيد نجات هلاً بك طيب خير نبي خير مرحبا بك عندك سؤال في الموضوع يتسمى فيك الأخصائية هذا المرضو ما عرفني هاش ويشعالها يمثل فقدت الشهية كرش هاتي بس ومثل كوش خلاص البنت ستاك فقدت الشهية شهية وشعالها يطيح عندها مرض السيلياك غر كيف غر كيف كتشفنا هنها ما كناش نعرفو به غر كيف ودي قيزانة ليزو كلش بسحمل زينا مفهمناش قتل علي شيك بلي السيلياك هذا إذن حالياً أنت حبيت تعرفه كيفاش تعاود تسترجع الشهية هاتك الصح الوزن الصح هبطته هبطته هاتك الصح على هات التفاعل صباحي نجات بداية يوم موفقة إن شاء الله عايش بسلامة رضي أحبك بسلامة إذن فقدت البنت الشهية ما يتاكل ما يتشرب وقاموا بتحالين مشاكين في السيلياك نعم من بين الأعراض تعالي السيلياك هو فقدان شهية وكما رأيتقول يعني الوزن تحى ولا خفيف جداً عند تساقط شعر هذا ناقص كامل لنقص امتصاص المعادن والمغذيات لكين في الطعام يعني يتأكدوا أولاً وقبل كل شيء يتأكدوا إذا كان حقيقة هو مرض السيلياك إذا كانت كينة إصابة على مستوى الأمعاء الآن الطعام انتح لازم يكون خالي من كل الفارينة والسميد والشعير والقمح يعني يكون حقيقة مبتعد تماماً الآن حالياً يقول لك يعني وش نقدر ندير له خبز ولا نقدر ندير له قاطو ولا كين فارينة يعني بدون جلوتين يصنعوها بالذرة ولا بالأرز ولا بالبطاطا كل هذا يعني النواع الدقيق يقدر يصنعوا بهم الخبز ولا بعض الحلويات لمصابين السيلياك يعني فيما يخص الطعام اللي يبقى يعني يأكلوا طعام بطريقة عادية ممكن يكون عندهم أيضاً مشكلة مع الحليب على جال اللاكتوز فهذا المشكلة يختلف من مصاب إلى آخر من السيلياكي إلى آخر كين لحقيقة ما يحملوش الحليب وما يحملوش كل المواد المشتقات الحليب كما الياوخت كما الجبن الطازج وكين لقدروا يتناولوه يعني ما يدير لهم مشاكل فهي بما أنه يعني الإصابة راهي جديدة فهنا يتبدأ تشوف ردة الفعل تعبنتها أكيد وش رايك خديجة نستقبلوه ثاني مكالمة هاتفية صبحو الخير سيهام نعم صبحو مو حبيبتي نعم سيهام مرحبا بك معانا عيشة في سلمك أختي عيشة في سلمك عيشة عندك سؤال في الموضوع نعم نعم عندي سؤال أختي نعم عندي بنتي سياسية عندها أيناني اكتشفنا بالنراهية عندها سيليان وحبي بقتي على الكريبوني الكريبوني كانت تقدر ضوقه وراهي مسكينة غير سيخفالي كريبوني الكريبوني هذا هو سؤال تعالك شحال في المرحب هذا هو سؤال تعالي عمورها أنا دي زيتا تكشفت لاني باشي ترباف يا عزك إن شاء الله عيسك عيسك حبيبتي عيسك تكريبوني جانسي تكريبوني ما عنداش حسف لك خاني والله غنسكي نحسات وليسكي يعني قلبي يتقطع عليها تعيش ربي شافيها إن شاء الله شكرا على هذا التفاعل الصباح عودة إليك خديجة إذا نعم حقيقة في ريال هناك الكثير من الأطعمة اللي ما يقدرون يتناولوها السيلياكيين يعني حتى الأطعمة اللي ما هيش مخدومة بالفارينا ولا بالقمح ناتيك مثال مثلا بعض الصلصات يعني ممكن تكون فيهم القليل من الجلوتين يعني هي مجرد صلصات يعني في بنا بلي ما فيها الشفارينا ولكن لما نقرأوا المكونات الآن حاليا يعني الدولة الجزائرية يتفرض على المصانع اللي يخدموا كل هذا الأطعمة المصنعية يعني تفرض عليهم أنه يذكروا هذا الطعام إذا كان فيه جلوتين ولا ما فيهش جلوتين يعني دائما لازم يكونوا يذكروا خالي من الجلوتين أو فيه جلوتين الآن وشو نقولها هي حبت تأكل كريبوني يعني عادة كريبوني يعني ما فيهش نوع ما فيهش جلوتين يعني تذوق شوية خاصة إذا كان إذا كان تقدر تصي نعم جرب جرب كمية صغيرة جدا كمية صغيرة جدا لأنه حقيقة كين كما قلت لك مرات يكون بمجرد أنه الطعام هذا يكون ملوث شوية فقط بالجلوتين فهنا يظهروا أعراض فجرب كمية صغيرة ولا ما تأكلوش في الكورني تدي باطا هذا الكورني هذاك ما نحضروش كامل عليه يعني الكورني الكورني أكيد مخدم بالفارين الكورني ما نتكلموش كامل أكيد ويدتها إذا تحدثنا أيضا على التغذية التحام تحدثت ربما الإجراءات صارمة اللي فرضتها الدولة على المصانع أنها يعني تكتب المواد الموجودة بالمنتج لكن من جهة أخرى نشوف أنه المنتوجات الخالية من الغالية ومشي في متناول الجامع نعم غالية حقيقة وانا يعني ما نشجحش يعني كثيرا السلياكيين أنهم يعتمدوا هذه الأغذية ممكن أنهم يعتمدوا على الخضار ممكن يعتمدوا على اللحوم على البيض على المكسرات ممكن أنه مثلا باشيدير ومثلا شوية خبز ولا مثلا شوية لكن كيف معنا بل كل ممنوع نعم فعلا أنا ما نشجح ضد الفكرة ولا أقول هم يعني ما تتناولوهم لا أنا ما نشجح ضد الفكرة ولكن يعني ما يعتمدوش يعني كل الاعتماد والاعتماد كل عليهم وخاصة الفارينة يعني الفارينة حقيقة لثمن تحى يعني كما قلوا مرتفع فهنا يتجه بوكو بلوس يتجه خاصة لكل الأطعمة الطبيعية لأنه حقيقة الطعام المصنع مهما كان للسيلياكي ولا لغير السيلياكي هو طعام يعني ما فيهش فوائد والسيلياكي يعني محتاج محتاج المغذية محتاج معادن وفيتامينات أكثر من الإنسان الغير مصاب يعني دايما نمدوله كمية مغذيات أكبر من الإنسان السليم الغير مصاب فمن المستحسن يبتعد على كل هذا يقدروا بعض الحبوب يعني على غيره ولا بعض البذور أنهم يكون فيهم نعم حقيقة نعم فعلا بذور السمسم اللي هو الجلجلان غني جدا جدا بالكالسيوم خاصة بالنسبة للسيلياكيين اللي عندهم هذه الحساسية الزائدة من منتوجات الحليب يعني خوفا على العظام نتحم على صحة العظام وصحة الأسنان هنا ننصحهم أنه يتجهوا إلى الجلجلان يحتوي على كمية كبيرة جدا وأكثر من الحليب يعني فيما يخص الكالسيوم عندنا أيضا بذور الكتان مهمة جدا ومفيدة جدا لمرض السيلياكيين فيها يعني كمية دهون طبيعية يعني ما شاء الله يعني أنا ننصحهم بها عندنا أيضا الكثير من البذور الأخرى كما بذور القرع أيضا عندنا كل هذول كيفاش يسموه السانوج كل هذا البذور اللي ممكن يعتمدوا عليها حقيقة باش يهربوا شوية من كل هذيك الفارينة إذا ما ربما مريض شاه أنه يأكل حاجة وكلها وشنهما ربما المضاعفات اللي تقدر تدهر عليه هي على حسب الحالة كييني حقيقة بمجرد أنه يشم فقط هذيك الغبار تاع الفارينة ولا الغبار تاع الجلوتين حقيقة يدخل في حالة يعني لا يرثلها ممكن يتجه للمستشفى باش يديروا له كل هذوك العلاجات باش يحبسوا له الإسهل باش يحبسوا له كل هذوك الآلام تاع البطن والقي وكين لي يغلطوا ممكن للأم في المنزل أنا نعرف أم كانت عندها طفلة بنتها عندها سيلياك ووحدة أخرى ما عندها سيلياك فحضرت لهم عجائن وحدة حضرت لها عجائن يعني بدون جلوتين والأخرى حضرت لها عجائن عادية لينكلوها كامل فلما جاءت تحط لهم الطعام غلطت في الصحون يعني السيلياكية تطلها عجائن عادية اللي فيها الجلوتين والأخرى تطلها عجائن بدون جلوتين وكانت النتيجة يعني ما هيش يعني حقيقة ما رهيش يعني خطيرة جدا كان عندها مجرد بعض الانتفاخات فهنايا كين فرق كبير جدا بين المصابين تعسيلياك يعني حقيقة كين لي ما يحملوش ولو كمية قليلة وكين لي حتى يعني كما يقولوهما انتريشي وشوية يأكلوا الخبز وكيتشها ويأكلوا الخبز تكلم مع الخبز الأبيض ما يسر لهم شيء حاجة كبيرة نتحدث على أيضا العلاج هناك علاج المرضى للسيلياك ولا ما يبروش منه لا هو حقيقة يعني مرض مناعي وكل نعرف وكل الأمراض المناعية يعني ما عندهاش علاج يعني ما نقعدوش نتكلموا على علاج نو لكن نتكلموا على كيفية التعاوش مع المرض يعني قادرين يقولوا لابس بيهم قادرين يعني شحيتهم عادي جدا ونحب نطمن الأمهات خاصة لعندهم أطفال صغار لعندهم سيلياك يعني وليدك ولا بنتك يعني بمجرد أنه يتابع نظام غذائي بدون جلوتين رح يتحسنوا الزغابات المعاوية لأنه كامل العلاج هو وشنه هو تحسين الزغابات المعاوية لأنه الزغابات المعاوية إلى تدمرت يعني تقدر تعاود تخلق هذا هو الحاجة المليحة في الموضوع قادر الامتصاص تحوم يتحسن قادرين يكبروا يولي لبس بهم بالنسبة لأطفال الصغار ربما خلوا نظامهم الغذائي من الجلوتين ما رحش يأثر على نموهم ولا اكتسابهم لبعض المهارات لا لا فعلا ما رحش يأثر عادي جدا عادي جدا لأنه الجلوتين يعني ما رحش هو بروتين يعني ما رحش مهم بهذه الدرجة للجسم قادرين قادر أي واحد حتى الإنسان الغير مصاب يأكل بدون جلوتين يعني ما رحش يأثر عليه حقيقة بالعكس يعني الكثير من الناس الآن حاليا رح يتناولوا بدون جلوتين يعني تحسن تصحتهم كثيرا علش لأنه الجلوتين عادة ما يخلق العديد من الإصابات نتكر مثلا منها كما الإكزيمة الناس لي عندهم الإكزيمة نتكلم على الناس العاديين يعنيش نتكلم على اللي عندهم سليا الناس لي عندهم الإكزيمة خاصة في اليدين ولا في الجسم كامل بمجرد أنهم يحبسوا الجلوتين يعني رحين يلاحظوا تحسن رهيب في الجلد التحم وفي الصحان التحم حقيقة الجلوتين يعني هذه أنا جاوب فيك على كي قلت لي الجلوتين هل هو مهم ولا رح يأثر على النمو حقيقة ما رحش يأثر على النمو التحم إذن نصائح بالنسبة لمشاهدين اللي يتابعوا فينا واللي يعانيوا من مرض السلياك كيفاش يقدروا يتعيشوا مع هذا المرض وكيفاش يقدروا أنهم تكون عندهم تغذية متوازنة وتقيهم من المضعفات التي تحدثنا عليها السابقة نعم في ريال أول حاجة أول حاجة اللي يديروها هو تقبل المرض إذا كان ما تقبلش المرض رحين يواصلوا في هذا التناول التحم وكأنه رحين ينتقموا من نفسهم ولا ينتقموا من المجتمع وبالتالي كل ما يزيد تناولهم الجلوتين كل ما الحالة الصحية التحم رح تسوء هنا يا أول حاجة اللي حين نديروها هي أنه المحيط العائلي يكون عنده ثقافة هذا المرض واشنو هو هذا الطفل والطفلة ولا حتى الإنسان الكبير واش لازم يأكل واش ما لازمش يأكل يكون المحيط العائلي يعني يعرف هذا المرض واشنو هو ثانيا التنظيم تنظيم مهم جدا للأكل نتاعوا يعني دائما يكون كما قلوا إحنا يا الأواني نتاعوا نحاولوا تكون معزولة نحاولوا أنه حتى الغبار تعل فارينة أنه ما يقيسش حتى المغرفة نتاعوا حتى الصحن نتاعوا حتى يعني الجهة تعل اللي يأكل فيها يتناولوا الكثير من الخضر واللحوم يعني ما رهيش ممنوع عليهم ما رهيش ممنوع عليهم الآن فقط ننصحهم بحاجة أنه ينقصوا من السكريات والمقليات والمشروبات الغازية لأنه حقيقة رح تسبب الكثير من الالتهابات على مستوى الأمعاء وبالتالي رح تزيد لهم من المراض انتحم فحقيقة أنا نشوف مرضى السلياك يعني يشربوا الكثير من المشروبات الغازية والمقليات كل هذه الأطعمة يعني المصنعة فحقيقة حاولوا تتعدوا عليها باش تنقصوا كل هذه الالتهابات لكين على مستوى الأمعاء وكل الأطعمة يعني تقدروا تناولوها خضر فواكه لحوم بيض مكسرات كل هدية قدروا يتناولوها إذن هل مرضى السلياك ربما مرضى السلياك لو كان ما يتبعوش هذه الحمية الغدائية لو كان ما ينتبهوش رح يقدروا يتطوروا مرضى أخرى يعني من بين المضاعفات فعلا هي من بين المضاعفات تتعى السلياك أنه لما ذكرت هو مشكلة امتساس رح تروح له للفقر الدم رح تروح له لهشاشة العظام رح تروح له لممكن إصابات أخرى قادر الغدة الدرقية يعني تصاب لأنه هو عبارة عن مرض مناعي والمراض المناعي قادر يهاجم أي مكان من الجسم قادر تروح أيضا للسكري من النوع الأول وين البنكرياس رح يدمر تماما وما تكونش كينا ما تكونش كينا إفراز للأنسولين فمن المستحسن يعني يتبعوا هذا هو الحل الوحيد النظام الغذائي الخالي من الجلوتين يعني رح يتحسنوا صحتهم يولوا لابس بيهم يعتك صحة خديجة بنانا لخصائية في التغذية كنت ضيفتنا اليوم شكرا على هذا الالتزام وشكرا لأنك ربما أعجبت وقدمت شرح ومفصل للمتابعين في استشارة صباحية مجانية شكرا لك فريال شكرك دايما على الاستضافة وأسعد دائما بحضوري في الاستوديو شكرا لك كبيرات يوم موفقة بحول الله شكرا لك فريال شكرا لك